اشتركوا في القناة يتحدث عن اركان الاسلام ويوضح هذا الاركان الحديث النبوي الشريف بني الاسلام على خمس في هذا الحديث النبوي الشريف يوضح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بان الاسلام مبني على خمسة اركان اساسية وهذه الاركان هي واحد الشهادة اثنان ايقام الصلاة ثلاثة ايتاء الزكاة اربعة صوم رمضان خمسة حج البيت اذا في هذا الحديث النبوي الشريف يوضح لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بان الاسلام مبني على خمسة اركان اساسية وهي واحد الشهادتان اثنان ايقام الصلاة ثلاثة ايتاء الزكاة اربعة صوم رمضان خمسة حج البيت درسنا يا ثاني اليوم سوف نوضح ما المقصود بكل ركن من هذه الاركان نبدأ اولا بالشهادتان ما المقصود بالشهادتان المقصود بالشهادتان هما قول المسلم اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما المقصود بالشهادتان هما قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طيب لماذا سميت الشهادتان بهذا الاسم سميت الشهادتان بهذا الاسم لأن المسلم ينطق كلمة أشهد مرتين لماذا سميت الشهادتان بهذا الاسم لأن المسلم ينطق كلمة أشهد مرتين ينطق المسلم كلمة أشهد مرتين خلينا نكررها عشان نشوف كيف ننطقها أشهد أن لا إله إلا الله هي نطقنا كلمة أشهد أول مرة وأشهد أن محمد رسول الله هي نطقنا أشهد مرتين لذلك سميت بالشهادتان طيب يا ثاني في عنا مواضع ينطق المسلم بها بالشهادتين ما هي هذه المواضع؟ أول واحدة من هذه المواضع هي عند الدخول بالإسلام إن الشخص أو الإنسان لما يكون غير مسلم ويجب أن يدخل بالإسلام أول شيء يجب أن ينطق الشهادتان وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذن أول موضع ينطق أول موضع من المواضع التي ينطق المسلم بها بالشهادتين هي عند الدخول بالإسلام اثنين في الصلاة منلاحظ أنه إحنا يا ثاني لما نصلي في التشهد الأخير يجب على المسلم أن ينطق بالشهادتين وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيضا من هذه المواضع بعد الوضوء نتذكر يا ثاني بدرسنا آداب الوضوء أنه إحنا أخذنا بعد الوضوء في ذكر يجب على المسلم أن يقوله ما هو هذا الذكر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إذن من المواضع التي ينطق بها المسلم بالشهادتين ثلاث بعد الوضوء الموضع الرابع يا ثاني عند سماع الأذان لما نسمع الأذان إحنا يا ثاني يجب علينا أن ننطق بالشهادتين وأن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الآن يا ثاني بدنا ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو إيقام الصلاة طيب ما معنى إيقام الصلاة؟ المقصود بإيقام الصلاة أي أن يصلي المسلم لم ننصلي لله تعالى بدنا نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات إذن أن يصلي المسلم لله تعالى خمس صلوات في اليوم والليلة منلاحظ أن الإنسان المسلم هسا إحنا كمسلمين كم مرة بنصلي باليوم؟ نصلي خمس مرات أول إشه صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء إذن فالإنسان المسلم يصلي لله تعالى خمس صلوات بيصليهم في اليوم والليلة طيب الثاني متى فرضت الصلاة على المسلمين فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج متى فرضت الصلاة ثاني على المسلمين فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج طيب يا ثاني بدنا ننتقل الآن إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام؟ إيتاء الزكاة ما المقصود بإيتاء الزكاة؟ المقصود بإيتاء الزكاية ثاني هو أن يعطي المسلم الغني مقدارا محددا من ماله للفقراء والمحتاجين في كل عام يعني هذا الإنسان المسلم الغني كان عنده أموال بده يتبرع أو يعطي جزء أو مقدار محدد من هذه الأموال لم ي بده يعطيها؟ بده يعطيها للفقراء والمحتاجين طب إنته بده يعطيهم إياها؟ رح يعطيهم إياها في كل عام هو أن يعطي المسلم الغني مقدارا محددا من ماله للفقراء والمحتاجين في كل عام طيب أش هاي الأموال التي يجب علي المسلم أن يقوم بها بالزكاة؟ في أموال محددة يجب على المسلم أن يقوم بالتبرع بها أو إعطاء المحتاجين منها الزكاة هذه الأموال هي أولا الذهب إذا كان المسلم لديه مقدارا من الذهب يجب عليه أن يعطي جزءا محددا منه للفقراء والمحتاجين طبعا من ماله من الفقراء والمحتاجين في كل عام أيضا إذا كان عند المسلم أموالا من الفضة إذا كان عند المسلم اثنين أموالا من الفضة عفوا إذا كان لدى المؤمن الفضة فيجب عليه أن يتبرع بجزء أو مقدار محدد من هذا المال ويعطيه للفقراء والمحتاجين في كل عام ثلاث من هذه الأموال التي يجب فيها الزكاة أيضا الأنعام الأنعام زي أش الأنعام؟ الأبقار، الأغنام، الجمال هذه بعض الأمثل على الأنعام إذا كان المسلم مثلا يربي هذه الأنعام أو الأبقار أو الأغنام أو الجمال فيجب عليه أن يتبرع بجزء محدد من ماله للفقراء والمحتاجين في كل عام أيضا النقود من الأموال التي يجب فيها الزكاة النقود إذا كان المسلم الغني لديه نقود يجب عليه أن يتبرع بجزء منها للمفقراء والمحتاجين أيضا في كل عام طيب يا تاني ننتقل للجزء الرابع أو الركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان منلاحظ أن في عنا الصورة هم عائلة مسلمة مجتمعين على سفرة رمضانية منلاحظ أن صوم رمضان يكون في شهر رمضان وهو أن يمتنع المسلم في شهر رمضان عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حسن الإنسان المسلم يجب عليه أن يمتنع في شهر رمضان عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس آخر مرة نعيدها يا تاني ما معنى صوم رمضان هو أن يمتنع المسلم في شهر رمضان بمتنع ما بنوكل ولا بنشرب في شهر رمضان من امتى من طلوع الفجر من لما يقدر ادان الفجر يجب على الانسان ان يمتنع عن الطعام والشراب الى غروب الشمس طيب اخر جزء او اخر ركن من اركان الاسلام يا تاني هو حج البيت اخر ركن من اركان الاسلام هو حج البيت المقصود يا تاني بحج البيت هو ان يذهب المسلم القادر الى مكة المكرمة لو ان بده يروح الى مكة المكرمة في وقت محدد لحتى يؤدي فريضة الحج هو ان يذهب المسلم القادر الى مكة المكرمة في وقت محدد لاداء فريضة الحج طب ما هو هذا الوقت المحدد هذا الوقت المحدد هو في شهر ذي الحجة يذهب المسلم الى الكعبة المشرفة لاداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة ما معنى حج البيت يا تاني هو ان يذهب المسلم القادر إلى مكة المكرمة في وقت محدد لأداء فريضة الحج هذا المسلم إذا كان قادر ويستطيع أن يذهب إلى أداء لأداء عفوا فريضة الحج عليه أن يذهب في وقت محدد وهذا الوقت المحدد هو في شهر ذي الحجة لحتى يأدي فريضة الحج طيب بالنهاية سوف نقوم بمراجعة سريعة لأركان الإسلام الخمسة أولا الشهادتان وهي قول أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سميت بالشهادتان لأن المسلم ينطق بها مرتان اثنين إيقام الصلاة هو أن يصلي المسلم لله تعالى خمس صلوات في اليوم والليلة ثلاث إيتاء الزكاة وهي أن يعطي المسلم الغني مقدارا محددا من ماله للفقراء والمحتاجين في كل عام أربعة صوم رمضان وهو أن يمتنع المسلم في شهر رمضان عن تناول الطعام والشرار من أيامة من ضلوع الفجر إلى غروب الشمس وأخيرا حج البيت وهو أن يذهب المسلم القادر إلى مكة المكرمة في وقت محددا لأداء فريضة الحج وهو في شهر ذي الحجة لهون يتاني تنتهي حصتنا أتمنى منكم أنكم تحفظوا أركان الإسلام مرتبة ومع حفظ كل معنى لكل ركن من هذه الأركان يعطيكم ألف عافية وأشوفكم إن شاء الله الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر